واتبع ملة إبراهيم حنيفة فملة إبراهيم هي ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة ولذلك أمر الله جميع الناس بأن يتبعوا ملة إبراهيم وهي التي خلق الخلق من أجلها كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليفردوا الله بالعبادة اعلم أرشدك الله لطاعته أي دلك عليها وجعلك من أهلها أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال جل وعلا في كتابه العزيز إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين وكما قال واتبع ملة إبراهيم حنيفة فملة إبراهيم هي ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة ولذلك أمر الله جميع الناس بأن يتبعوا ملة إبراهيم وهي التي خلق الخلق من أجلها كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليفردوا الله بالعبادة ولذا كان أعظم ما أمر الله به هو التوحيد ويراد بالتوحيد إفراد الله بالعبادة كما قال تعالى إنما إلهكم إله واحد وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقى ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فنهى عن أن نشرك بعباداتنا وأن نجعل شيئا منها لغير الله ولذا فإن أعظم ما نهى عنه الله هو الشرك والمراد بالشرك صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى قال سبحانه واعبد الله فهذا أمر بعبادة الله ثم قال ولا تشركوا به شيئا فشيئا نكرة في سياق النهي فتكون عامة تشمل الملائكة وتشمل الأنبياء وتشمل الأولياء وتشمل الصالحين وتشمل جميع من سوى الله تعالى تعالى